نتكلم الآن عن عملية الـ Accessing و الـ Modifying للـ Asset بمعنى كيف نوصل للعناصر و كمان كيف نبدأ نعدل هذين طبعاً أول قاعدة لازم تكونوا عارفينها أنه الـ Asset ما هي بزي المصفوفات عندها Subscript Syntax لو كانت مصفوفة فأنا كنت أقدر استخدام الـ Subscript Syntax كنت أجي وأبدأ أحطها بعن رقم الـ Index ولكن بـ Asset هذا شيء غير موجود فإحنا متى ما حبينا نوصل و نعدل المصفوفة فإحنا راح نستخدم الـ Methods الخاصة فيها و كذلك الـ Properties أو الخصائص حقتها فرح نشوف إن شاء الله في نهاية Chapter أشهر الـ Methods اللي راح نقدر راح نستخدمها على الـ Asset نصنع شفناها على المصفوفات ولكن ببدئياً عندنا إحنا خاصيتين راح نحتاج الآن مر عليها اللي هي خاصية الـ Count زي ما أنتم متوقعين اللي الهدف منها تخبرني كم في عنصر عندي في المجموعة حقتي و كذلك خاصية الأزأمتي عشان وهو يشوف هل هي فاضية ولا لا بتكون Fall يعني يعني يقول لك يا ترو يعني حرفين زيها زي المصفوفات لأنها بالنهاية كلها collections أوكي تمام؟ فلو بنلاحظ الآن عندي أنا 1,2,3,4,5 عبارة عن Set عرض العناصر بتلاحظون خمسة لو كان فيه التكرار بتلاحظوا أنه Still يقول لك خمسة كون أنا الـ One والـ Two already أساساً مكررة تمام؟ هل هي فاضية؟ لا ما هي فاضية لو تلاحظوا فيه عناصر لو كانت فاضية بيقول لي إيش بيقول لي Force تمام؟ طيب نقدر إحنا نضيف عناصر باستخدام أيضاً الـ Methods وكي عندنا Method اللي هو الـ Answer هذا الماثد راح نستخدم متى ما حبينا إحنا نضيف عنصر لـ الـ 6 حقتنا أو المجموعة حقتنا راح نرجع نتكلم عن المثودات الثانية إن شاء الله في نهاية الشابتر بس الآن هذا الماثد عشان إنتم تكونوا عارفين أنه متى ما حبينا نضيف عنصر فرح نستخدم الـ Answer نبدأ نرسل القيمة اللي إحنا حبينا نضيفها طبعاً ما راح نضيف بترتيب معين بمعنى ما تدري هل ممكن نضيفها في البداية ممكن نضيفها بالنهاية ممكن نضيفها بالوسط ما ندري لأنه أساساً هذا الشيء ما يهمنا تمام؟ الشيء المهم أنه كنا نقول لازم يكون Type أو نوع البيانات للعناصر لازم يكون متطابق فبالتالي الشيء اللي إنت راح ترسل هنا لابد أن يكون متطابق ما في عندنا Append السبب أنه يضيف بالنهاية ولا تذكرون فإحنا مو بحاجة أساساً ترتيب هنا فما يهمني ضبط البداية واللي في النهاية ما يهم فبالتالي عندنا بس method ونتكلم أكثر عن تفاصيل هذا الإشاء إن شاء الله في نهاية الشابتر زي ما حكيت تمام؟ فهذا الميثود نستخدمه متما حبينا إحنا نضيف عناصر فيه المصفوفة حقيقتنا تمام؟ طبعاً هذا الميثود بشكل عام راح يرجع لنا طابل راح نشوف الآن مع بعض هذا الطابل يحتوي على حاجتين الحاجة الأولى هي قيمة نوعها الهدف منها توضح لي هل هذا العنصر تم إضافته بنجاح ولا لا؟ طبعاً وهو يضاف بنجاح إذا كان مهب مكرر مسبقاً فرح تلاحظ أنه بيقول لك true أما لو كان مضاف فلا وقتها بتلاحظ أنه يرجع لك false الشيء الآخر طبعاً الإلمت اللي تم إضافته أو لم يتم إضافته يعني اللي أهو هل تمت إضافة والعنصر اللي إحنا أضفناه أو السبب اللي ما خلاهو ينضاف تمام؟ أتذكر أنه set بمعنى ما فيه أي duplicates ما فيه كمان أي specific order أو أي ترتيب معين للعناصر تمام؟ سو لو فرضاً كان عندي أنا set طبعاً لازم تكون var عشان أخليها minotable أوكي حكيت مثلاً أنه هذه مثلاً set حكتي مثلاً بتكون مثلاً type حقها رح يقول إهي مثلاً العناصر حكتي مثلاً 1,2,3,4 مثلاً وجيت هنا حكيت طبعاً بدئياً count capacity نفس الكلام هل هي as empty بيقول لي false set dot answer لاحظوا أنه الممبر الجديد أو العنصر الجديد لابد أنه يكون integer لأنه استنتج الآن أنه هذه as set نوعها integer عشان كده automatic completion code حقها رح يقول لك أنه أفرض أن تضيف integer أوكي فمثلاً أنا أضيف آآ بي the way هذا حكينا أنه المثل راح يرجع وشه بيراجع top لو تلاحظوا هذا هو top لنا أوكي في قيمتين لـ unsorted و الممبر أكثر آآ أقدر أنا أخذ هذا top وأسوي آآ عمليات أليه مثلاً هنا عشان أفهم هل تمت إضافة ألا لا أوكي له unsorted هنا بيقول المفروض اترو وهنا العنصر اللي تم اضافته او يعني العنصر اللي احنا قاعدين نحاول انضيفه او لا تمام اذا كان يعني في خلال الرنتام احيانا يكون عندنا كيس زي هذي تمام اه لاحظة عملية كانت اترو لانه تم اضافته اه لو حابين تطبعون اه الست هنا اه في كل مرة الترتيب يفرق ما ندروا مين راح يضاف لاحظوا المرة هذا اضيف بالبداية من بعد شوية لو شغلت يمكن اضاف في مكان اخر تلاحظوا اضيف بالنهاية يعني الترتيب احنا ما نقدر نتنبه فيه طيب اه اش كنا نقول انه لو فرضا خذيت مثلا لانصر اثنين الاثنين اردي موجودة اذا ما في التكرار فاذا هنا بيقول لي اه اه وبيقول اثنين الاثنين اساسا ما تمان وتلاحظوا اضافته لماذا لانه اردي اصلا موجود اوكي تمام فاذا وهو تابل اللي راح يرجع لي من هذا المثل نقدر احنا نسوي كوري عليه عشان نعرف هل تمت اضافة ولا لا تمام وايش العنصر اللي اضيف او لم يضاف اوكي طيب لو كنا الان حابين التفعى العناصر فيا نقدر نستخدم احنا اه زي ما كنا نسوي مع المصفوفة ولكن الترتيب اللي راح ترجع فيه العناصر غير متنبأ به لانها تكون جاية بشكل عشوائي اه طبعا تذكروا ما فيه اه اللي هو انه نستخدم اندكس لانه غير مرتبة بس راح نتعلم بعدين كيف ممكن نسترجع احنا اه عنصر واحد تمام فهذه الاست حقتنا لو كنت حاب التفعى عليها راح اقول فور ايتش ايتم ان اه سات اوكي او المجموعة حقتي راح اضو مثلا اه اه الايتم تقدرون تسوون كوري اذا كنتم حابين بالوير الى اخر اما بمشكلة كل هاد الاشياء اه تنطبق يعني تمام اه لو شغلت مرة ثانية الترتيب كمان ممكن يفرق اوكي لان الترتيب هنا زي ما حكينا غير مهم ففي كل مرة لو تلاحظوا ان الترتيب راح يكون وشون راح يكون مختلف اوكي اه طيب ام طبعا هنا اذا كنتم حابين اه بطريقة او باخرى تحصلوا على اه عدد اوكي اللي هو كأنه يمثل اندكس بمعنى عدد يبدأ من الزيرو فنستخدم تذكرون مثل الانيوموريتد اوكي راح يرجع لنا يحتوي على القيمتين اللي هي ان اكس لان يعبر عن القيمة تبدأ من الزيرو والاكس يعبر عن الفاليو نفسها اوكي فهذا الفعالية ما نقدر نقول انها الاندكس اوكي لانه هو مجرد رقم يعني زيرو وان تو تري الاخر تمام وهنا طبعا الايتم فخلو نقول هنا مثلا هذا نسميه اوكي خلو نقول انها اندكس بس حط في بالك انه هو مبفعليا اندكس وهو مجرد اه عدد عادي اوكي يبدأ من الزيرو طبعا لو حكيت الان مثلا اه خلو نقول مثلا اندكس اوكي ولو هو مباندكس فعلي مجرد رقم تشوفونا الان معا يبدأ من الزيرو اوكي وهنا مثلا حكيت الايتم اوكي فيا بتلاحظوا الان انه بيقول لي زيرو لو تلاحظوا زيرو وان تو ثري اوكي هذا بيكون ثابت بس الارقام اللي في كل مرة بتجيه رح تكون واشوار تكون مختلفة اللي هي العناصر نفسها اوكي لو تلاحظوا في كل مرة بتكون مختلفة اوكي لو اشغل اقيم بتلاحظوا كل مرة قاعدة تفرق تمام ام شيء مهم اذا كنت لأي سبب ان كان ام فرض انك انت حاب مثلا انت تستخرج بس العناصر اللي في اللي تكون مثلا موجبة او مثلا عناصر اللي تكون مثلا تحققت شرط معين فاتقدر انت تسوي وير هنا مثلا لو كنت حاب بس العناصر الزوجية فانقدر نضيف وير اقاعد اشتغل انا على العناصر في بيجيب لي بس الاثنين والاربعة لو تلاحظون الاندكسات ممكن ممكن تفرق مو بشرطه تكون ام تكون متطابقة في كل مرة اوكي لو طبعا لو كان عندنا عناصر كثير categories بتلاحظونها فلاحظوا قبلا شوي كانت اتوقع زير وان الآن زير وثري اوكي اعم شي اخر اللي اخو طبعا اذا كنت حاب ترتيب معين انه مثلا كنت حاب ان ارتب هذه العناصر في الطباعد مثلا با اا ااتصادي او تنازلي حتى لو كانت هنا جاهدي بشكل عشوائي مثلا سبعة مثلا او مثلا ستة مثلا تسع مثلا خمستاش مثلا احداش اوكي فانيس نقدر حلا نستخدم ميثود اللي هو السورت اوكي هذا الميثود اه ينفع انه طبعا سوري هنا لانه هو ما يرجع تابل اول شي راح نقول ايتم اوكي اه هذا الميثود بشكل عام راح يجيب لي العناصر بشكل اه مرتب خلوني بس احدف الاندكس لانه حاد فينا اوكي اه خلوني اشيل هذه سوري اوكي يا فاليا العناصر الان راح تكون مرتبة بشكل اه تصادي من الصغير الى الكبير لو تلاحظوا اوكي لاني انا سويت كول على السورتد فاوه رجع لي اه جديدة فيها العناصر اوش فيها مرتبة اوكي جاي هنا قاعدين نستخدم احنا هنا تمام نقدر طبعا سوي كول على هذا الماثد وانخزنا في اه مثل متغير اخر راح اجي ان شاء الله للماثدس مستقبلا في نهاية الشابتر فاذا هذا الفكرة بالنسبة اللي اه سورتد اوكي لو كنا حابين احنا رتبائي سيكن اجابة لكم سلايدز يا هدو اهو انه الست لو تذكرون ما تعرف اوردر معين اوكي ولكن لو كنا حابين احنا نلتف عليها بترتيب معين فراح نستخدم اه سورتد راح يرجع لنا طبعا اه الري فعليا ما هي با سورت لانه الست ما ترتب العناصر اوكي يعني قبل شويلة ما لدينا سورتد وهو ما جاني فعليا سورتد وهو جاني او جاتني مصفوفة لان مصفوفة تكون العناصر فيها مرتبة وراح تكون العناصر ايش فيها جاي مرتبة من الصغير الى الكبير باستخدام طبعا الست دهان اه او بليتور تمام فراح نشوف ان شاء الله فيما بعد الماثد بالتفصيل بس الان متى ما حبيت التفع على عناصر فا ايه نقدر احنا استخدم الفور ان اه العادية ولكن تذكر ان الترتيب حقها بيكون غير متنبئ اه به تمام اذا كنا حابين استرجع عناصر اخر ففيه اه مثل مثلا زي زي مثلا هذه دائما راح ترجع لك عناصر واحد فقط راح نشوف ان شاء الله اشتركوا في القناة